الجامعة الافتراضية السورية وصول المحاكمات المدنية واحد للدكتور محمد واصل الوحدة التعليمية العاشرة بعنوان رفع الدعوة تبليغها الدرس الثالث تقدمت مبادر الضوء بصوت مريم علي يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 175 إلى الصفحة 183 إذا كان المطلوب تبليغه مجهول محل الإقامة فيتم تبليغه في صحيفة يومية تعد أكثر انتشارا مع لصف نسخة من تبليغ الصحيفة على لوحة أعلانات المحكمة ويتم ذلك بموجب محضر يوقعه المحضر ولا يعد الشخص المطلوب تبليغه أبراق قضائية إلا بعد تحرن أو تحقيق يقوم به المحضر في الموطن المعين من قبل طالب التبليغ وعلى هذا فإن تصريح المحضر بأن المخاطب لم يعرف محل إقامته الأخير لا يكفي الاعتبار الشخص مجهول محل الإقامة إذ يجب ذكر أسماء من استقى منهم هذه المعلومات والاستضاح من مختار المحلة التي تقع فيها البناء المحددة كمحل إقامة للمخاطب حتى يصار بعد ذلك إلى تقرير تبليغ المخاطب بطريق الإعلان وإن مجرد شرح المحضر في مذكرة التبليغ أن المخاطب نزح عن محلته إلى جهة غير معلومة لا يبرر اعتباره مجهول محل الإقامة وتبليغه بوسطة الصحف وإنما يجب ترقبه في مكان عمله المبين في الشرح المذكور وتبليغه فيه أو يكلف المحضر استنفاذ جهده في السعي لمعرفة محل إقامته الجديد وتبليغه إليه فيه فالجهالة ينبغي أن تكون مطلقة حتى يجوز تبليغ الاستثناء بالصحف ولوحة الأعلان فإذا أمكن الاهتداء إلى العنوان من الأوراق التي بيد الخصم انتهت الجهالة ولا يجوز اللجوء إلى التبليغ بالصحف لمن ليس له موطن لأن الموطن من البيانات الأساسية لقبول الدعوة شكلا ولكن بعد ثبوت الموطن ثبت أيضا انقطاع علاقة المطلوب أعلانه به كأن ينزح إلى جهة مجهولة دون أن يترك عنوانا لمحل إقامته الجديد عندئذ فيجري تبليغه بطريق الصحف والإلصاق على لوحة أعلانات المحكمة باعتباره مجهول الموطن عملا بالمادتين 23 و 26 من قانون أصول المحاكمات ولا يكفي الإعلان بصحيفة يومية لمرة واحدة لاعتبار أن التبليغ صحيح بل يتوجب الإعلان بالصحف لمرة ثانية يتضمن إختاره برؤية الدعوة بغيابه ولا بد من إلصاق خلاصة الإعلان على لوحة أعلانات المحكمة وخلوا إضبارة الدعوة من محضر موقع من قبل محضر المحكمة يثبت إلصاق خلاصة أوراق تبليغ مجهول محل الإقامة على لوحة الأعلانات في المحكمة ويؤدي إلى بطلان الحكم جيم التبليغ إلى الموطن المختار يستفاد من أحكام المادة 45 مدني أن الموطن المختار لا يقوم مقام الموطن الأصلي في جواز التبليغ فيه إلا في الحالات التي يذكرها القانون نفسه بالنسبة للأمور التي اتخذ الموطن المختار من أجلها فقط ولا يصح أن يستفيد منه شخص آخر أو طرف آخر في خصوم أخرى كما أن اتخاذ موطن مختار في عمل معين أو دعوة معينة لا يعني لزوما أن هذا الموطن هو الموطن المختار في عمل قانوني آخر فقد يفرض القانون على الخصم اتخاذ موطن مختار بصدد أمر معين عندئذ تسلم الأوراق في الموطن المذكور وعلى هذا فقد ألزم القانون مثلا كل من الخصوم في الدعوة أن يتخذ له موطن مختار في دائرة المحكمة للتنظر في الدعوة كما أوجب نظام العقود الإدارية العارض الأجنبي أن يعين في عرضه موطن له في دمشق أو في أي مكان آخر تحدده دفاتر الشروط ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون صالحا لإبلاغه جميع المراسلات والتبليغات الإدارية والقضائية ويطبق هذا الحكم أيضا على وكيل العارض أو ممثله في سوريا ويعد الموطن المختار هو المعتبر في إعلان الأوراق اللازمة لسير العدالة كما أن موطن الوكيل بمجرد صدور الوكالة هو موطن المبكل ففي مثل هذه الحالة ومن مقتضى اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين جواز توجيه التبليغات في المنازعات الناشئة عن تنفيذ العمل القانوني المذكور إلى ذلك الموطن المختار وأجرام ما يلزم بشأن الأعمال المتعلقة بالتنفيذ أمام دائرة التنفيذ أو بالتقاضي أمام المحاكم لذلك فإنه إذا اتخذ الخصوم في الدعوة موطنا مختارا للتبليغ فإن التبليغات التي ترسل إليهم وإلى عنوان آخر قبل التثبت من عدم وجود المخاطف في الموطن المختار تغضو باطلة ففي جميع الأحوال التي يلزم فيها الشخص باتخاذ موطن مختار ولم يفعل أو اتخذ موطنا غير صحيح أو كان بيان الموطن ناقصا يكون الأعلان على لوحة أعلانات المحكمة ويكون الأعلان صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية إلا أنه لا يجوز اتخاذ لوحة الأعلانات أو ساحة البلدية أو الحديقة العامة موطنا مختارا فلا يجوز أن يبنى الموطن المختار على الجهالة ولقد استقر الاشتهاد على أن مكان إقامة المستأجر هو الموطن الواجب التبليغ إليه في العلاقات الإيجارية ما لم يكن هناك دليل خطي على اتخاذ موطن مختار آخر وجرأ علام المؤجر به وأن تبليغ الشخص إلى الموطن المختار المتخذ أصولا ينفي وجوب التبليغ والصحف فإذا كان التبليغ موجها إلى شخص مقيم في بلد أجنبي يجري تبليغه برسالة مضمونة أو بمبتدر إجراءات المقررة في القانون المحلي لذلك البلد ما لم يرد نصف اتفاق دولي على خلاف ذلك ويتم التبليغ بتسليم الرسالة أو بالامتناع عن تسلمها ويعد علم الوصول حج على ذلك ما لم يثبت تزويره أما إذا كان المخاطب له موطن في سوريا فلا يجوز تبليغه برسالة مضمونة إلى المستشفى الذي يعالج فيه خارج القطر حيث لا يعد موطنا دائما له 2- تبليغ الشخص الاعتباري يقصد بالشخص الاعتباري الشخص الذي أعطاه القانون هذه الصفة الافتراضية لتمكينه من ممارس بعض الأنشطة الخاصة تمييزا له عن شخصية الإنسان أو الأشخاص الذين يقومون عليه وهذا التمييز نعكس على كيفية تبليغه الأوراق القضائية بما فيها استدعاء الدعوة وقد فرق المشرع في هذه الكيفية بين الأشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التجارية وسائل الأشخاص الاعتبارية الخاصة لذلك سنبين كيفية التبليغ لكل منها وفق الآتي 1- تبليغ الأشخاص الاعتبارية العامة فرق المشرع في تبليغ الأشخاص العامة بين الدولة والمصالح العامة وبين الأشخاص العامة الأخرى حيث عدى أن الدولة هي الوزارات والمصالح المرتبطة بها متى كانت تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري أما الجهات العامة الأخرى فيقصد بها المؤسسات العامة والشركات العامة التي تتملكها الدولة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتباشر نشاطا إداريا من خلال الإشراف على مجموعة شركات أو تباشر نشاطا تجاريا في حدود الغاية التي أنشئت لأجلها ولم يأخذ المشرع بفكرة التبليغ إلى رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء وإن كان لكل منهما صفة تمثيلية لمصالح الدولة بحسبان أنه لا يمكن الإدعاء على رئيس الدولة لأن رئيس الجمهورية لا يكون مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه وعليه فأن الإدعاء يكون على وزير الدولة لشؤون رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته وبالتالي يسري عليه ما يسري على الوزراء في أحكام التبليغ أما بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء فلا يتمتع بحصانة عدم جواز الإدعاء عليه في أي أمر ويعد بمنزل الوزير الأول في الوزارة ويطبق بشأن تبليغه ما يطبق على الوزراء لذلك سوف نبين في تبليغ الأشخاص العامة وفق الآتي يمثل الوزراء كلهم في حدود صلاحياته شؤون وزارته وبالتالي فإن الوزير ينوب عن الدولة في المسؤولية أو في الالتزامات وفي كل ما ينسب إليه خلال توليه لمنصبه أو بما ينسب لتابعه في العمل ويجب أن يسلم محضر تبليغ الأوراق الفضائية بالنسبة للدعاوة المرفوعة للوزارة والتي يتعين فيها توجيه الخصوم إليه بصفته الممثل القانوني للوزارة إلى الوزير شخصيا أو إلى من يقوم مقامه من نائب أو معاون أو وكيل وقد خفف الاجتهاد القضائي من هذا التحديد والتقييد عندما أجاز التبليغ إلى المظفة أو العامل المكلف بذلك في ديوان الوزارة المعنية ولا يصح أن يسلم محضر الأعلام في موطن الوزير وعلى هذا لا يجوز تبليغ إدارة قضايا الدولة مذكرات الدعوة القضائية قبل تبليغها إلى الوزير المختص بخلاف الأحكام التي تبلغ إلى الإدارة المذكورة مباشرة يقصد بالمصالح العامة تلك الجهات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتحقق بذلك الشخصية الاعتبارية كالمحافظات والبلديات والجامعات وغيرها والتي يعد فيها المحافظ ورئيس الجامعة ورئيس المجلس البلدي ممثلين قانونيين لها ولو كانت تتبع إلى وزارات أو جهات إشراف أخرى ففي هذه المصالح وإن كانت تمثلها إدارة قضايا الدولة أمام القضاء بقوة القانون فإن التبليغ يوجه إلى ممثليها في مقر عملهم ليقوموا باستلامه هم أو من يقوم مقامهم أو الموظف المكلف في ديوان المصلحة المعانية ولا يجوز أن يحضر محامي الدولة قبل تبليغ الجهة المعانية 3- الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى يقصد بالأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والتي يمثلها القائم عليها سواء كان اسمه مديراً أم رئيساً فهو نائب عنها أمام الغير بما فيها القضاء وأن بعض هذه الجهات ولا سيمة منها الشركات الاقتصادية التي تعد تاجراً في علاقاتها مع الغير لا تمثلها إدارة قضايا الدولة وفي جميع الأحوال فإن مذكرات التبليغ توجه إلى النائب القانوني عنها وفق قانون أو مرسوم أحداثها بصفته الوظيفية وليس بصفته الشخصية أي مقر عمله ووظيفته وليس في موطنه الشخصي ويصح تسليمها إلى الموظف المكلف في ديوان الجهة المعنية كي ينتج آثاره القانونية ب تبليغ الأشخاص الاعتبارية الخاصة إن التبليغ الموجه إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة سواء كانت شركات تجارية أم مدنية أو مؤسسات أو جمعيات أو غيرها إنما يجب أن يسلم في مركز إدارتها للنائب عنها مقتضع عقد إنشائها أو نظامها الداخلي وهذا يمكن أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية وإذا لم يكن للشركة أو المؤسسة أو الجمعية مركز إدارة مشهور أو محدد يتم تسليم محضر التبليغ في الموطن الشخصي لهؤلاء وهذا لخلاف الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة التي لا يجوز التسليم فيها في الموطن الشخصي للنائب عنها وعلى هذا فإن التبليغ الجاري في مقر الشركة إلى ممثلها والذي مهل التبليغ بخاتم المؤسسة يعتبر تبليغا صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية أما فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سوريا فيسلم محضر التبليغ في مقر هذا الفرع أو إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه وإذا لم يكن لها فرع في سوريا وكانت المحاكم السورية مختصة في النظر في الدعوة وفقا قواعد الاختصاص العام الدولي فيجب تبليغها إلى مركز إدارتها الرئيسي ثلاثة أحكام خاصة في تبليغ الأشخاص النظاميين يقصد بالأشخاص النظاميين أولئك الأشخاص الطبيعيين الذين ينتمون إلى أنظمة قانونية صارمة لا تسمح لهم بتلبية نداء التبليغ والحضور أمام المحاكم في الوقت المحدد في سندات التبليغ ما لم تمكنهم الجهة التي ينتمون إليها من ذلك وبالتالي لا يجوز توجيه محاضر التبليغ إليهم في موطنهم الأصلي لأنها لا تحقق الغاية المطلوبة منها بل يجب أن توجه عبر أقنية خاصة إلى حيثهم ونميز من هؤلاء الآتي يقيم أفراد القوات المسلحة في مقار وحداتهم العسكرية التي يجب أن تبقى سرية غير معروفة إلا بالرموز العسكرية ولا يسمح للمحضرين بالتردد عليها للقيام بمهمة التبليغ أو لأنهم موجودون في ساحات القتال وليس لهم مقر ثابت معروف وبالتالي فإنه يتعين تبليغهم أوراق الدعوة إلى حيث يقيمون عن طريق وحداتهم وبوساطة الشرطة العسكرية سواء كانوا محترفين أم متطوعين أم مجندين وسواء كانوا بصفة دائمة أم مؤقتة لأداء خدمة احتياطية أم للتدريب بشرط أن يكونوا موجودين تحت الأنظمة العسكرية إلى أن تطبق هذه القاعدة يبقى قائما إلى أن يوكلوا وكيلا عنهم فإذا وكلوه صارت تبليغ له وامتناعوه عنه يعد تبليغا ومع ذلك ذهبت محكمة النقد السورية إلى القول بجواز تبليغ العسكري إلى محل إقامته الأصلية عند عدم وضوح أنوان قطعته العسكرية والالتفاتات عن تبليغه بطريق الشرطة العسكرية ب تبليغ السجناء ففي الحالات التي يصح فيها مخاصمة السجين أن توجه مذكرات الدعوة أو محاضر التبليغ إليه إلى المكان الذي احتجز فيه عن طريق مدير السجن أو من يقوم مقامه ولا يجوز توجيهها إلى موطنه الأصلي أو العادي لعدم الجدوى من ذلك ولا يجوز تثبيت غياب من لم يحضر إذا تم التبليغ عن غير طريق إدارة السجن كما أنهم لا يحق للمحضر أن يدخل إلى السجون حيث يتواجد السجناء وعلى فرض أنه يسمح له بذلك فإنه لا فائدة من قيام المحضر بالتبليغ إذا لم تقم إدارة السجن بإحضار السجين إلى المحكمة في موعد الجلسة لذلك فإن التبليغ عن طريق إدارة السجن يهدف إلى تحقيق أمرين في وقت واحد وهما إشعار إدارة السجن بضرورة تمكين السجين من الحضور إلى المحكمة في موعد الجلسة بإحضاره إليها وابلغ السجين بالدعوة المرفوعة عليه تحت طائلة البطلان جيم تبليغ البحارة ومن في حكمهم إن التبليغات الموجهة إلى بحارة السفن التجارية دون السفن الحربية التي يخضع طاقمها لقواعد تبليغ العسكريين وخدمها أو العاملين فيها تسلم إلى ربان السفينة على اعتبار أن الربان هو قائدها والمشرف عليها والممثل لكل من يعمل فيها سواء كانوا في البر أو في البحر أم كانوا على متنها في عرض البحر وسواء كانت السفينة السورية أم أجنبية أكانت مبحرة في عرض البحر أم راسية في أحد الموانئ السورية وإن التبليغ إلى الموطن الأصلي غير مجدي لأن هؤلاء لا يستقرون في مكان معين وعلى هذا يعد التبليغ نافذا ومنتجا لآثاره القانونية بمجرد تسليم محضر التبليغ إلى الربان أو من يقوم مقامه في قيادة السفينة يعد محضر التبليغ سندا رسميا تجوز الحجية بما دون فيه من أفعال مادية قام بها الموظف في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن بحضوره وفق المادة الستة من قانون البينات إلا أن ذلك لا يمنع في الوقت نفسه من إقامة البرهان على أثبات عكس التصريحات التي تلقاها المحضر من ذوي الشأن وتختلف آثار التبليغ بحسب الغرض منه فإذا كان يتعلق برفع الدعوة فإن بعض الإجراءات لا تتم إلا بعد التبليغ كما أن الخصومة لا تنعقد إلا به وإذا كان يتعلق بمذكرات أو أوراق أخرى فإنها تعد غير موجودة قبل تبليغها لخصم سواء كان مدعيا أو مدعا عليه وإذا كانت تتعلق بالأحكام وطرق الطعام فيها فإن المهلة لا تبدأ إلا بعد تبليغها لذلك سوف نقتصر على أثر التبليغ على إجراءات قيد الدعوة وأثره على الإعقاد الخصومة ومن ثم بيان الآثار المترتبة على عظم صحة الآلان وفق الآتي أولاً آثار التبليغ على إجراءات الدعوة أي تبادل لوائح يظهر أثر التبليغ في إجراءات الدعوة المنظورة أمام المحكمة الابتدائية إذ أن الأصل في هذه الدعوة أن تكون خاضر على تبادل لوائح ولا تكون بسيطة إلا بقرار من رئيس المحكمة على ذيل استدعائها وبالتالي فإن أثر التبليغ في هذه الحالة يقتصر على إعقاد الخصومة أما المجرى العادي هو أن تكون خاضر على تبادل لوائح وبالتالي فإنه بالتبليغ تفتتح إجراءات تبادل لوائح أو المذكرات والمستندات بين الخصوم فلهذا لا يتم تحديد موعد للجلسة للنظر في الدعوة البدائية إلا بعد استنفاذ إجراءات تبادل لوائح وتبدأ هذه الإجراءات بعد تبليغ استدعاء الدعوة للمدة عليه الذي عليه أن يقدم جواباً أو رداً كتابياً على الدعوة وأن يرفق معه كافة المستندات التي يرى أنها لازم من الدفاع وذلك خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ التبليغ وتنتهي في نهاية دوام اليوم الثامن وإن المهلة المذكورة هي مهلة سقوط لا تقبل التوقف أو الانقطع ولكن يمكن أن تمتد إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة كما سنبين في موضوع الميعاد إلى أول يوم دوام بعد العطلة مهما طالت فإذا رد المدع عليه خلال الفترة المذكورة يبلغ الجواب للمدعي وفق القواعد العامة للتبليغ وينتظر ثلاثة أيام وهذه المهلة مفتوحة للمدعي لتقديم تعقيب على جواب المدعي عليه إذا كان يرغب بذلك ولكن إذا انقضت مهلة الرد ولم يقم المدعي عليه بالجواب على الدعوة وإذا انقضت مهلة الأيام الثلاثة ولم يعقب المدعي على الرد يرفع الأمر إلى قاضي المحكمة لتعيين موعد للجلسة للنظر في الدعوة وتبلغ للخصوم وفق القواعد العامة إلا أن المشرع وضع استثناء لصالح المدعي إذا لم يعقب على جواب المدعي عليه خلال ثلاثة أيام حيث أجاز للقاضي أن يرجع تعيين موعد للجلسة ويسمح له بتقديم رد على جواب المدعي عليه إلا أن المشرع لم يعطي الحقداته للمدعي عليه من أجل التعقيب على تعقيب المدعي وبالتالي فإنه بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل قاضي المحكمة يتم تحديد موعد للجلسة للنظر في الدعوة في قضاء الخصومة بعد أن تم اكتمال الإجراءات في مرحلة تبادل لوائح وتصبح الدعوة مهيئة للحكم في الموضوع في موعد الجلسة إلا أنه ليس هناك ما يمنع القاضي من إعادة فتح باب المرافعة في الجلسة العلنية وبالتالي يصبح من حق الخصوم تقديم كل ما لديهم من طلبات ودفعه مستندات فلقد هدف المشرع من تنظيم تبادل لوائح اختصار وقت التقاضي وحسم المنازعات بأسرع وقت ممكن وعدم إشغال المحاكم في مسألة أبرز واستمهل أو بعبارة للسبب السابق الذي قد تمتت سنوات دون معرفة ما هو السبب السابق وقد يكون هذا السبب عدم رجوع مذكرة التبليغ أو عدم تحريرها أصلاً أو عدم بيان الموطن وزحمة العمل التي لا تسمح للقاضي بتدقيق الملف الذي يكون بين يدي كاتب المحكمة وإن عدم تطبيق إجراءات تبادل لوائح يعود بالدرجة الأولى إلى عدم وجود الجهاز الذي يمكنه أن يقوم بها ثانياً أثار التبليغ على الخصومة فإذا كانت الخصومة تبدأ بقيد الدعوة إلا أنها لا تنعقد ولا تفتتح إلا إذا تم التبليغ صحيحاً ووفقاً للإجراءات المحددة لذلك قانوناً فبالتبليغ تنعقد الخصومة في الدعوة وتسري إجراءات العدالة سواء حضر المطلوب تبليغه أم لم يحضر لأنه لا يمكن ربط الإجراءات القضائية والفصل في المنازعات على إرادة الخصوم ولأنه من واجب المحكمة بعد قيد الدعوة لديها أن تتبع الأصول التي رسمها القانون وصولاً إلى الفصل في الدعوة تحت طائل تإنكار العدالة ثالثاً أثار التبليغ الباطل يخضي المبدأ أنه إذا تم التبليغ دون مراعاة الإجراءات التي سبق بيانها فإنه يكون باطلاً وعلى الرغم من النص على البطلان لعدم التقييد بتلك الإجراءات في المادة 38 من أصول المحاكمات أو لأنه شاب تلك الإجراءات عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه فإنه لا يحكم بالبطلان إذا ثبت للمحكمة أن الغاية منه تحققت كما لو حضر الشخص المعني ولم يتمسك بالبطلان وفي جميع الأحوال فإن البطلان المترتب على عدم مراعاة إجراءات التبليغ هو بطلان نسبي بحيث يزول إذا تنازل عنه من شريع لمصلحته أو يد عليه بما يدل على أنه عده صحيحاً أو إذا أجاب على الموضوع أو إذا رفع الطعام خلال المهلة القانونية وعلى هذا فإن المحكمة لا تحكم بالبطلان من تلقاء نفسها ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام ولا يجوز أن يتمسك به إلا من شريع لمصلحته ويجب تمسك به قبل أي دفع آخر ولا تصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقد تمارين يكون لكل سؤال عدد من الإجابات الصحيحة وواحدة خاطئة أو عدد من الإجابات الخاطئة وواحدة صحيحة اختر الإجابة المخالفة واحد تقام الدعوة أمام المحاكم السورية بـ عريضة مذكرة بيان مكتوب استدعاء والجواب الصحيح هو استدعاء اثنين يتم تبليغ الدعوة عادة من قبل أشخاص هم الخضاط المحامون كتبت المحاكم الشرطة والجواب الصحيح هو الشرطة ثلاثة يتم تسليم سنة التبليغ إلى المقيم مع المطلوب تبليغه أقارب المطلوب تبليغه زوج المطلوب تبليغه المطلوب تبليغه والجواب الصحيح هو المقيم مع المطلوب تبليغه نهاية الدرس الثالث ونهاية الوحدة العاشرة